من تقع الصبح وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصفح مواقع التواصل الاجتماعي شن تناقلت من أخبار يمكن أكثر شي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال يعني الساعات القيلة الماضية هي تغريدة الشيخ محمد بن راشد يقول بأحد التغريدات وآخر تغريدة إليه ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي وأول قراراتنا بهذا المجلس تخصيص 500 مليون درهم لتحسين حياة أحياء المواطنين بدبي تمام؟ لهنانا أوكي ممكن أن تصير بدولة طبيعية ولكن التكملة يقول بناء على ما يرغبون وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية خصصنا صفحة أيضا لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق اللي يريدوها بالأحياء مالتهم 500 مليون درهم خصصت إمارة دبي للمواطنين على ما يحسنون حياتهم ولكن بما يرغب المواطن مثل ما المواطن يعجبه مثل ما المواطن شون يحتاجه مو إحنا نجي نسوي حديقة هنا نجي نفتر على المواطنين بالمنطقة شون تحتاجون حديقة هنا أوكي مكان ترفيه للأطفال هنا أيضا ممكن نسوي لكم هنا رأي مرات الدولة ما يكون مثل ما إحنا نريد كمواطنين بمناطقنا حبيت أن نقول لكم هذه التغريدة اللي بصراحة تؤبر تغريدة تنقل وتبث التفاؤل من الصبح وأمل أنه إحنا نقدر نوصل لمثل هيتش تطور مثل هيتش اهتمام برأي المواطن وطلبات المواطن وما يطمح على المواطن كدولة وكحكومة مو أنه إحنا خلاص سمنا لكم حديقة هنا وخلاص بل كمواطن ما يجمع الحديقة هي المواطن المنتزة هذا المواطن الكهرباء هذه المواطن المين المواطن الإنارة المواطن الشارع التبليط المستشفى نحتاج مستوصف صحيح إحنا بالمنطق قريب مو مثل المستوصف البعيد اللي موجود بمنطقتنا هذا اللي إحنا نحتاجه